ابلغت حركة حماس المخابرات المصرية موافقتها على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس وجاءت الموافقة في اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ووزير المخابرات المصرية عباس كامل وكان وفد من حماس قد زار العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي وبحث مع المسؤولين تفاصيل المبادرة فيما تقول حركة فتح إنها تعقد اجتماعات لمناقشة المبادرة وحصلت وكالة الأنضول على نسخة من الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وتنص هذه الورقة على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر أربع مراحل بواقع عشرة بنود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل تلبي هذه الورقة برأيك الشروط التي طالبت بها حركة حماس لإتمام المصالحة مع السلطة الفلسطينية نعم ما يميز هذه الورقة أنها تستجيب لمطالب ليس فقط حماس ولكن مطالب معظم فصائل الفلسطينية والتي كانت شاهدة وجزء من توافقات الأخيرة التي كانت في القاهرة وبالتالي المسألة قبل أن تكون مرتبطة فقط بحماس فصائل أخرى كانت مطالبة عليها ربما كانت بالتزامن زيارة لجهاد الإسلامي كانت هناك أيضا متابعة من الجبهة الشعبية وبالتالي أعتقد أن الميزة اليوم في هذه الورقة أنها تحوز على موافقة وقبول معظم الفصائل وأصبحت الكرة اليوم وفي هذه اللحظة في ملعب حركة فتح لتستجيب أو لترفض وفي هذه الحالة حتى الرفض ربما يكون على قاعدة لعم بمعنى نعم ولكن وبالمناسبة هذه ربما تكون صيغة التي سوف تقدمها غدا فتح وهي بالمجمل سوف تكون صيغة معاطلة اليوم الجواب المفترض لأن الوضع الفلسطيني لا يحتمل مزيد من التعطيل نعم ونعم كبيرا للمضي قدما في التنفيذ ما هذه النعم نعم اسمح لي سيد وثام أن نستطرت خليلا عن هذه النقطة النعم السريعة من قبل حركة حماس وهذا التروي لاتخاذ القرار من قبل منظمة فتح ما هي دلالاته يعني هل تم الاتفاق مع طرف دون الآخر ألم يتم إطلاع الطرفين على بنود هذا الاتفاق لماذا يبدو وكأنه فقط حماس من كان لها معرفة مسبقة في هذا الاتفاق وبنوده أولا أعتقد أنه جزء كبير من البنود عرضت على الحركتين وفد حماس اللي في القاهرة كان منذ اللحظة الأولى تلقى أو استقبل هذه البنود بالتزامن أيضا وصلت هذه البنود لحركة فتح الجديد في الموضوع أن حماس على الأقل خلال وجودها في القاهرة وفد حماس أعطى موافقة مبدئية عندما عاد الوافد فيما يبدو إلى غزة وضمن الآليات العمل والحالة التشاورية في غزة في قيادة الحركة وطبعا موقف في المكتب السياسي واللي عبر اليوم عنه بشكل واضح من خلال الاتصال لأجراء سيد سماعيل هنية رئيس المكتب السياسي مع السيد عباس كاميرو للوزير المخابرات وأبلغ بشكل رسمي موافقة حركة حماس على الورقة كما جاءت في البنود والتي أيضا عرضت مهمة خلال وكالة الأناضول بهذا الوقت فتح لا زالت تقول أنها تدرس وواضح أن المسألة لن تطول يفترض يكون جواب خلال الساعات القليلة القادمة ومسألة أن تدرس هذه ربما تطرح تساؤلات وعلامات استفهام قد تجعلنا في حال التشكيك حتى اللحظة الراهنة إلا إذا فاجأت فتح الكل وقالت نعم ونعم كاملة دون أي تحفظات نعم ولكن دعنا نقف عن بعض النقاط في هذا الاتفاق لسيما المسألة الأمنية لطالما كانت حجر عسرة في وجه أي اتفاق مصالحة الاتفاق أو الورقة المصرية اليوم لا تعطي حلولا حقيقة لبعض النقاط الشائكة ومنها الموضوع الأمني إذ أحالت إلى اللجنتين الأمنيتين وأن لها أن تقرر أو أن تقرر بشأنه ما الذي تغير ولماذا نتوقع اليوم بأن اللجنتين ستتمكن من الوصول إلى صيغة نهائية تضمن الحل ما هي الضمانات لذلك؟ أولا سؤالك في محل من ناحية أن هذه القضايا ليست سهلة رغم أنها أو هذه البلود مستوحام من اتفاق 2011 لكن أتفق معك أيضا أنه ليس بهذه السهولة هذه القضايا يمكن أن تحل وخصوصا أنها تتعاطى مع الحالة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع الأخذ بعين اعتباره أن هناك بيئتين مختلفتين تماما بين غزة والضفة في الواقع الأمني وبالتالي مسألة التفاؤل في التعاطي مع هذه الجزئيات ربما تكون مبالغ فيها لناحية أن المسألة لا تتعلق فقط بالإرادة الفلسطينية للأسف ويجب أن نعتبر بذلك لأن الواقع الأمني بالضفة الغربية مرتبط بمنظومة وشبكة مصالح السلطة جزء منها وأجهزتها الأمنية تحديدا تنسيق الأمن وغرفة عمليات مشتركة أمريكان أو جزء منها في غزة الواقع مختلف هناك حالة أمنية ترى فيها العديد من أطرف أنها تخدم فصائل المقاومة وتخدم المقاومة وبالتالي أن يتم حل هذه المعادلة الصعبة أعتقد أنه من الصعوبة بالمكان لكن ينبغي ويجب أن تقدم على قاعدة الوصول إلى الحد الأدنى من التوافقات على الأقل لناحية أنه ما تصل الأمور إلى عرقلة أو تعطيل اتفاق المصالحة بالكلية وبتأكيد هذه جزء من بنود أخرى يعني يجب أن تجد إجاباته خصوصا عندما أشرتهم إلى موضوع منظمة التحرير واللي بالمناسبة يعني من خلال البند عادت النظر في الإجراءات التي اتخذت خلال الأوين الأخير بعقد وطني بعيدا عن التوافقات الوطنية الفلسطينية والعودة إلى توافقات بيروت وهذه أيضا مسألة لن تكون سهلة وبالتالي لهذا السبب ننتظر ردود واضحة وشاملة وشافية من حركة فتح على هذه المبادرة يعني هل يمكن القول بأنه علينا أن نتروى في إذا ما كانت أو إذا ما كنا سنتفائل بأن يتم إنجاز كل هذا على الأرض بحسب جدول الورقة التي قالت بأنه يجب تشكيل الحكومة خلال مهلة أقصاها خمسة أسابيع هل أنت متفائل بأنه ستتمكن الفصائل اليوم من أن بالفعل تلبي هذه المواعيد يعني بناء على التجربة السابقة والمحطات التي وصلت فيها المصالحة ربما وصلت لمحطات متقدمة وحصلت انتكاسات لا نريد أن نقدم أولا الصورة بشكل متفائل واردي أمام الجماهير الفلسطينية التي وصيبت بإحباطات عالية جدا وفي نفس الوقت ممنوع أيضا على الفلسطينيين في هذه الظروف أن يتجاهل ويتجاوز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والذي يفترض أن تتجاوز الإشكالية الكبرى يعني مسائل الإجرائية أقصد وبالتالي لا التحديات كبيرة والمطلوب من الفصائل أيضا كبير جدا والقادم الأيام وقادم الساعات حتى ننتظر طويلا ستثبت إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه المبادرة أو أن تمر أيضا في محطات من محطات المسافة والمماطلة إذا تدخلت أطراف خارجية وتحديد الإجرائي وضع شرطات جديدة عليها شكرا وسام عفيفا الكاتب الصحفي كنت معنا من غزة